سيذهب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى مجلس الأمن الدولي هذه المرة محملا بخيبة أمل كبيرة بعد أن قوبلت أحدث نسخة من خطته للسلام برفض من طرفي الحرب في اليمن السلطة الشرعية والجماعة الإنقلابية الموالية لطهران في صنعاء أكثر من عام ونصف أمضاه المبعوث الأممي في إعادة تدير خطة تصادم مضمونها مع إنجازات التسوية السلمية ومرجعياتها وأرادت الأمم المتحدة من خلالها بكل وضوح شرعنة عملية غير مشروعة لتقوض السلطة الانتقالية وغضى الطرف عن من حاولوا تحقيق أهداف سياسية عن طريق القوة وبإزاء خيبة المبعوث الأممي لا يرى المراقبون من خيارات أمامه لإعادة إحياء السلام سوى احترام قرارات الشرعية الدولية نفسها وهو طريق لطالما تم تجاهله طيلة الفترة الماضية ومع توقعات بأن تتجه الأمور في مجلس الأمن لدعم المبعوث الأممي بإضافة قرار جديد فإنه إن حدث ذلك فمن شأنه أن يضاعف من خيبة اليمنيين إزاء دور الأمم المتحدة وعدالتها خصوصاً وأن توجها كهذا سيعمل بالتأكيد على تعقيد سبل الحل في اليمن عبر خلط أوراق الشرعية الدولية والخلط كهذا تبعاته الخطيرة على مجمن القضايا التي تعصف بالمنطقة في المرحلة الراهنة سيكتفي الانقلابيون برفض الخطة أملاً في دفع الأمم المتحدة إلى إحداث مزيد من التعديلات في تلك الخطة بما يقارب مطالبهم كما حدثت طيلة الفترة الماضية لكن الأنظار تتجه إلى السلطة الشرعية التي يرى المراقبون أنها وحدها من يملك خيارات مديلة إحدى أكثر هذه الخيارات كفاءة الاستمرار في مواجهة العدوان العسكري للميليشيا مع التمسك بخيار السلام المبنى على المرجعيات والتهيئ لمرحلة جديدة من التشوه المرتقب في المواقف الدولية وفي المشروعية المستمدة من الإجماع الدولي حول الأزمة اليمنية